لم أكمل حديثي في هذا الركن الأول من أركان عقيدتنا في التوحيد لذا سأحاول بقدر ما أستطيع أن ألخص بقية المطالب الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة دار الأسوة طهران إيران وطبعات الكاف كثيرة جدا وهذه طبعة كسائر الطبعات الأخرى بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الرابعة بعد المئة صفحة 104 باب إطلاق القول بأنه شيء بأن الله شيء إننا نصف الله بأنه شيء ولكن لا كالأشياء التي خلقها فالمخلوقات أشياء والله شيء لكنه شيء لا كالأشياء التي خلقها فهو خلو من خلقه وخلقه خلوق منه صفحة 105 الحديث السادس من الباب الذي أشرت إلى عنوانه حديث طويل بسنده عن هشام بن الحكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا هشام بن الحكم عن محاورة فيما بين زنديق من الزنادقة وبين إمامنا الصادق الحديث طويل ولأجل اختصار المطالب سأذهب إلى جانب من الحديث الشريف ما تركت ذكره من هذا الحديث الطويل فإنه يشتمل على مضامين تتفرع على المضامين التي قرأتها عليكم في خطبة الأمير صلوات الله عليه في الحلقة الماضية قلت الحديث طويل محاورة بين إمامنا الصادق وبين زنديق من الزنادقة والمراد من الزنديق هو ما يصطلح عليه في زماننا الملحد في زماننا يقولون عنهم ملاحدة في زمن الإمام الصادق يقولون عنهم زنادقة فالزنادقة هم الملاحدة في عصرنا الحاضر في زماننا هذا فملحد بحسب الإصطلاح المعاصري في أيامنا هذه يحاور الإمام الصادق في موضوع التوحيد في موضوع الألوهية الكلام طويل الجانب الذي سأتركه من الحديث طلبا للاختصار مضامينه هي المضامين التي مرت علينا في خطبة أمير المؤمنين في الحلقة الماضية بعض المضامين هي هي وبعض المضامين هي من تفاريع المضامين الكلية التي أشار إليها سيد الأوصياء في خطبته المتقدمة الذكر في الحلقة الماضية سأذهب إلى جانب من هذه المحاورة وهو الجانب الذي أجده مناسبا لإكمال حديث في الحلقة الماضية في صفحة السادسة بعد المئة من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل إنه الجزء الأول من الكاف الشريف قال له السائل هذا الملحد يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه قال له السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده فهذا الذي يحاور الإمام الصادق بعد الكلام المتقدم حيث أثبت الإمام الصادق وجود الله لهذا الذي يحاوره فماذا قال السائل بعد أن ساق إمامنا الصادق ما ساق من حديث ومن بيان أثبت من خلاله وجوده سبحانه وتعالى هكذا قال السائل لإمامنا الصادق فقد حددته إذ أثبت وجوده فكأنه يقول للإمام الصادق من أنك قد وقعت في تناقض ما هو هذا التناقض باعتبار أن الإمام الصادق قد بين لمحاوره من أن الله لا حدود له لا حد لوصفه وأثبت له وجوده فمن جهة الإمام الصادق بين في كلامه من أنه لا حدود لله لا حدود لصفاته لا نستطيع بمحدودية إدراكنا أن نضع حدا لجمال الله وجلاله وكماله وعظمته فمن هذه الجهة ليس هناك من حدود لله سبحانه وتعالى الإمام بيّن هذه الحقيقة وهذه الحقيقة مرت علينا في خطبة الأمير في الحلقة الماضية وأثبت في الوقت نفسه إمامنا الصادق لمحاوره هذا أثبت وجود الله فهنا يقول السائل لإمامنا الصادق فقد حددته إذ أثبت وجوده من جهة تنفي الحدود عن ومن جهة تثبت وجوده فإنك حين أثبت وجوده قد جعلت له حدا فقد حددته إذ أثبت وجوده قال أبو عبد الله قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم أحده ولكني أثبته فكرة عميقة في أصل عقيدتنا التوحيدية ثم يفرع الإمام فيقول إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزله الإثبات إثبات وجوده والنفي نفي وجوده فحينما الغين النفي بحسب الحوار المتقدم بقي الإثبات فلا يوجد شيء ثالث بحسب المنطق السليم للتفكير فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون ليس موجودا لم أحده إنني ما وضعت حدا لله بحسب الموازين الإدراكية البشرية التي نمتلكها ليس هناك من حد له لم أحده ولكني أثبته أثبتت وجوده وتلك هي الشيئية فشيء تعني موجود والشيئية تعني الوجود وتشيئت الأشياء يعني تحقق وجودها من هنا فإننا في ثقافة العترة الطاهرة نقول عن الله شيء ولكن ليس كالأشياء الأشياء خلقه وهو شيء خلو من سائر الأشياء كما أن الأشياء خلية منه سبحانه وتعالى قال له السائل يقول للصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة ضروري جدا أن تحفظوها هذه الإيماضة أساسية جدا في معرفة قواعد عقيدتنا التوحيدية لهذا السبب اقتطعت هذا المقطع من هذا الحديث من هذه المحاورة قال له السائل فقد حددته حددت الله إذ أثبت وجوده قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون ليس موجودا فحينما نفينا احتمال عدم وجوده ثبت وجوده لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة قال له السائل الذي يحاور الإمامة الصادق صلوات الله عليه فله إنية ومائية أنا لا أريد أن أذهب بكم إلى مصطلحات الفلاسفة لكن هذا الكلام ما هو ببعيد عن مصطلحات الفلاسفة فإن الفلاسفة حين يتحدثون عن إنية الشيء يتحدثون عن شيئيته ويكون الكلام في ذاتياته في مكوناته الذاتية وحين يتحدثون عن المائية والتي تعرف بالما هي والما هي في الفلسفة ما وقع في جواب ما هو ولذا فإنهم في الفلسفة المشائية مثلا يقولون من أنه لا ما هي لله بينما إمامنا الصادق يقول من أن ما هي لله سبحانه وتعالى لماذا لأن الماهية في الإصطلاح الفلسفي ما وقع في جواب ما هو ما الذي يقع في جواب ما هو عند الفلاسفة وعند المناطقة ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف الحدود والرسوم منها حدود تامة منها حدود ناقصة منها رسوم تامة منها رسوم ناقصة ما يسمى بالحدود والرسوم يعني التعاريف تلك التعاريف عند الفلاسفة وعند المناطقة لها شرائطها فهنا هناك تعاريف بالذاتيات فقط هناك تعاريف بالذاتيات والعرضيات وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على الله من هنا فإنهم يقولون لا ماهية لله ولا أريد أن أتعبكم بهذه التفاصيل هذه تفاصيل الفلسفة والمنطق لأهلها لا شأن لنا بها ما علاقتنا بكل هذا التفصيل تفصيل موكول في بابه أعود إلى ما جاء في كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد يلتقي مع كلام الفلاسفة وقد لا يلتقي لا شأن لي بكلام الفلاسفة ولا بكلام العرفاء ولا بكلام مراجع حوزة الطوس لا شأن لي بكل أولئك لأن مراجع حوزة الطوس يعتمدون في معرفة التوحيد على علم الكلام الناصبي وهو علم ناصبي بامتياز بدرجة مئة بالمئة لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد من هنا فإنني أضع هذه العلوم جانبا أضع علم الكلام علم المنطقي أضع الفلسفة ما تقوله المتصوفة ما يقوله عرفاء الشيعة أضع كل ذلك جانبا لا شأن لي به عرفاء الشيعة من أين جاءوا بتوحيدهم أخذوا توحيدهم من ابن عربي من الآخر وتوحيد ابن عربي جذوره هندوسية عقيدة الصوفية عقيدة هندوسية من أعمق العقائد التوحيدية الصوفية في العالم هي العقيدة الهندوسية فانتقلت إلى دياناتنا في الشرق وهي أساسا فلسفة صوفية شرقية قديمة الفلسفة الهندوسية ما يسمى بالتصوف الهندوسي أو العرفان الهندوسي عميق جدا عرفاه الشيعة بالضبط بالضبط كمراجع المدرسة الأصولية أخذ مراجع المدرسة الأصولية إنهم مراجع النجا أخذوا دينهم من من الشوافع والأشاعرة والمعتزلة أخذوا جزءا من هنا وجزءا من هناك ثم صبغوا ذلك بشيء من ثقافة أهل البيت والذي أخذوه من ثقافة أهل البيت هو الأقرب إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة لأنهم ذهبوا إلى الأحاديث التي هي في مستوى التقية التي راعت ثقافة الأمة فيما يرتبط بمرحلة التنزيل وأساسا مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل جاءونا بدين مسخ وكذلك عرفاء الشيعة جاءونا بعرفان مسخ جمعوا بين عرفان ابن عربي وأخذوا شيئا من عرفان اليونانيين مع أن عرفان ابن عربي يشتمل على عرفان اليونانيين ثم جاءوا بشيء من ثقافة العترة الطاهرة وصبغوا ذلك تمويها وتدليسا وإلا فهم يتذوقون أشعار جلال الدين الرومي وأشعار حافظ الشرازي وسعدي وأمثال هؤلاء يتذوقونها أكثر مما يتذوقون أحاديث أهل البيت أتعلمون أن صاحب الميزان الطباطباء كان يأخذ الاستخارة بديوان حافظ الشرازي ديوان من الشعر باللغة الفارسية وأول بيت شعر فيه أخذ صدره من شعر عربي لشاعر عربي من هو يزيد ابن معاوية ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها قصيدة يزيد ابن معاوية المعروفة هذا أول بيت شعر في ديوان حافظ الذي يأخذ به صاحب الميزان الاستخارة والقضية بالمناسبة ليست خاصة بصاحب الميزان الطباطباء هناك من المراجع ومن كبار العلماء في إيران ممن هم على الذوق العرفاني يأخذون الاستخارة بديوان حافظ الشراز هل حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها فلذلك سأعرض عما جاء به عرفاء الشيعة عما جاء به متكلم الشيعة ممن تذوق التصوف ممن تذوق الفلسفة والتفلسف وكذلك ما جاء به مراجع النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط من عقائد النواصب سأعرض عن هذا كله سأشرح لكم الأحاديث وفقا لما جاء في أحاديثهم الشريفة الأخرى قال له السائل فله إنية ومائية إنية حينما نتحدث عن شيء فنقول إنه كذا وكذا هذا المراد من الإنية هنا فحينما يسأل مثلا عن التمر فنقول إن التمر فاكهة تنتجها الشجرة الفلانية تنتجها النخلة وهي حلوة أوصافها خصائصها كذا هذه هي إنية التمر الإنية ما يأتي من بيان عن حقيقة شيء بعد أن نؤكد تلك الحقيقة بقولنا إنه فإن تكون للابتداء بالكلام لأجل تأكيد ما بعدها فسيكون ما بعدها مؤكدا مؤكدا قال له السائل فله لله إنية ومائية ما وقع في جوابي ما هو هذا الشيء ما الذي تقصده فحينما أقول الله ما هو الله أو ما الذي تقصد حينما تقول الله ما يقع في جواب ما للاستفهام هذه هي المائية مثلما نقول الأينية نسبة إلى أين ومر علينا هذا ونقول الكيفية نسبة إلى كيف والحيثية نسبة إلى حيث فكذلك المائية نسبة إلى ماء الاستفهامية والإنية نسبة إلى إن التي نبدأ الكلام بها لتوكيد وتحقيق ما بعدها ومرت علينا في الحلقات السابقة مر الحديث عن أينية وعن كيفية وعن حيثية قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم ثم يبين الإمام لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية فإننا نملك إخبارات عنه نستطيع أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى نصفه بما وصفه المعصوم فتلك هي إنيته ومائيته لا شأن لنا بما يقوله الفلاسفة والعرفاء من أن الله ليس له من ما هي هذا كلامهم بحسب ذوقهم بحسب مصطلحاتهم بحسب مشاربهم فليذهبوا بتوحيدهم وما يقولون إلى الجحيم حتى لو كانوا على صواب لا شأن لنا بهم ديننا من هنا نأخذه من جعفر بن محمد قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية بإنية ومائية يعني أننا نستطيع أن نخبر عن أن نتحدث عن فالشيء الذي لا إنية له ولا مائية له هو الشيء الذي لا نستطيع أن نخبر عن وبالتالي ليكون موجودا ليكون مثبتا فالشيء الموجود والمثبت هو الذي نستطيع أن نشير إليه بأي نون من ألوان الإشارات نستطيع أن نخبر عنه بأي مستوى من مستويات الإخبارات كما نعتقد من أن وصفه هو الوصف الذي يأتينا من المعصوم وقطعا هذا الوصف الذي يأتينا من المعصوم لا بمستوى معرفة المعصوم لله وإنما بمستوى معرفتنا نحن معرفة المعصوم لله لا تستطيع اللغة أن تحيط بها لكن المعصوم يحدثنا بحسب قدرة اللغة على التفهيم وبحسب قدرة عقولنا على التلقي من هنا كان الوصف لا بد أن يكون مأخوذا منه وهذا هو مضمون بيعة الغدير فالقرآن لا يأخذ تفسيره إلا منهم وهذا هو مضمون بيعة الغدير الويل الويل للذين نقضوا بيعة الغدير ولذلك جاءونا بهذا التوحيد الخرط إنه توحيد مراجع النجر توحيد خرط لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد قال له السائل فله فلله النية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية قال له السائل فله كيفية فإذا كان لله من نية ومن مائية فله كيفية والكيفية هو أيضا ما يقع من إخبار لكيف لكيف كيف هو كيف هو بحسب مداركنا البشرية لا كيفية له لكن أهل البيت يثبتون كيفية لله لا كالكيفية التي تقع في جواب السؤال بكيف بحدود مداركنا العقلية البشرية قال له السائل فله كيفية ماذا قال الصادق قال لا لماذا يا ابن رسول الله لأن الكيفية جهة الصفة والإحاط فحينما تكون العقول مشخصة لصفة في جهة معينة ولصورة في أذهاننا محيطة بحدوده فلقد حددنا الله ونحن لا نستطيع أن نحده نحن نثبته نتحدث عن نيته ومائيته بحسب ما يصف لنا المعصو أنا لا أعرف الله لو كنت قادرا على معرفة الله إذن لماذا بعث الله إلي الرسل لو كان الناس قادرين أن يعرف الله لماذا بعث الله إليهم الرسل ولماذا كل هذه التصاريف التي جرت على الرسل قبل بعثتهم وفي بعثتهم وما جرى بعد بعثتهم والذي جرى ما جرى في تأريخ البشرية الطويل إذا كان البشر قادرين أن يتواصل مع الله بشكل مباشر لماذا بعث إليهم بالرسل ولماذا جاء الرسل كي يثير دفائن العقول إثارة دفائن العقول هذا يعني أن الإنسان يمتلك جذورا يستطيع على أساسها إذا ما علم وأرشد ونزلت الكتب وجاءت الملائكة بالوعي وأقام الأنبياء المعاجز وشرع الدين والتزم الناس بأحكام الدين وتمسك بالعبادات والطقوس وجرت الأمور كما خطط لها فبإمكان الناس أن يعرف الله وإلا لو كان الإنسان من دون كل ذلك قادرا على أن يعرف الله فبحثة الرسل ستكون لغوا ستكون خلافا للحكمة إنها مجرد تعقيد لحياة البشر أناس يأتون يقولون إننا نتحدث عن الله والناس ما كانت قد رأت ربها بأعينها أناس يأتون فيدعون ما يدعون وإن كانوا بعد ذلك يثبتون ادعاءاتهم بالحقائق الواضحة لكن ليس في كل وقت حتى هذه الإثباتات المعجزات لا تصدر عن الأنبياء في كل وقت وحتى مع صدور المعجزات والآيات البينات فأكثر البشر لا يؤمن فلو كان البشر بإمكانهم أن يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة لما بعث الله الرسل والأنبياء ولما نصب الأئمة والأوصياء ولما بعث الكتب ولما 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 أعود إلى كلام إمامنا الصادق في المحاورة التي فيما بينه وبين هذا الذي يحاوره من الملاحدة والزنادق قال له السائل فله كيفية قال لا لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه ما المراد من التعطيل وما المراد من التشبيه التعطيل هو ما يعتقده المعطلون هناك من الذين تحدثوا عن الله وتحدثوا في الله واعتقدوا بالتعطيل فهم المعطلة هم المعطلون هذا مصطلح من مراد من التعطيل الذين أثبتوا وجود الله ونفوا عنه كل صفة لم يصفوه بوصف ما أثبتوا له صفة من الصفات مطلقا هؤلاء هم المعطلة نحن حين ننفي الصفة عنه ننفي الصفة بحدود مداركنا العقلية أما حينما يصفه المعصوم العارف بالله ونحن متأكدون من معرفته بالله ومتأكدون من علمه وحكمته وعصمته وصدقه فإننا سنسلم لما يقول هذا هو توحيد محمد وآل محمد هناك من الفرق من المجموعات ليس في المسلمين فقط حتى في سائر الاتجاهات الفلسفية والصفية الأخرى من مختلف الديانات في العالم هناك من يثبتون وجود الله ولكنهم يعطلون كل أوصافه فلا يصفونه بوصف يعتقدون بوجوده فقط ومن أنه لا يتصف بصفة مطلقا هؤلاء هم المعطلة أما المشبهة من أبرز مصاديقهم فهم أتباع سقيفة بني ساعد في الأزمنة القديمة يمكنني أن أقول من أنهم أجمع كانوا من المشبهة ولكن في زماننا هذا اختلف أمرهم وتغيرت عقائدهم عبر الزمن المشبهة هم الذين يصفون الله بأوصاف هي كأوصاف المخلوقين فالإمام الصادق يقول من أن الله ليس له من كيفية لماذا لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه فنحن حينما ننفي الكيفية لا ننفي الكيفية مطلقا وإنما ننفي الكيفية التي يذهب إليها المشبهون لأننا إذا نفينا الكيفية مطلقا فقد أصبحنا من المعطلين وتوحيد محمد وآل محمد توحيد بعيد عن التعطيل وعن التشبيه قد يقول المخالفون لآل محمد من أن توحيدهم هكذا ولكنهم على أي معصوم يعتمدون يأخذون دينهم من أحاديث الصحابة الذين لا ندري من أين جاءوا بها حديث المخالفين الذي ينسب زورا إلى رسول الله لا شأن لنا به هم أعرار فيما يعتقدون لكنهم يقولون من أن توحيدهم بعيد عن حدي التعطيل والتشبيه التوحيد البعيد عن حدي التعطيل والتشبيه هو التوحيد المأخوذ فقط فا قافط فقط عن المعصوم هذا هو التوحيد الذي يكون بعيدا عن حدي التعطيل والتشبيه فإننا نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه دعاء الجوشن الكبير مثلا يتألف من مئة مقطع مرقمة في كتب الأدعية المقطع الأول الثاني الثالث إلى مئة مقطع في كل مقطع من هذه المقاطع يشتمل على عشرة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى على عشرة أوصاف من أوصافه دعاء الجوشن يشتمل على ألف وصف من أوصافه جاءنا عن المعصومين نحن نصف الله بكل الأوصاف التي وردت في دعاء الجوشن الكبير وهكذا في سائر الأدعية الأخرى وهي كثيرة وكثيرة جدا فأسماء الله ليس محصورة فقط في دعاء الجوشن الكبير وأوصافه نحن عندنا طائفة كبيرة من أدعية الأسماء والأوصاف هناك الكثير من الأسماء والصفات لم تذكر في دعاء الجوشن الكبير وإنما ذكرت في سائر الأدعية الأخرى هذا باب وسيع باب الحديث عن الأسماء والصفات التي وردت في أدعيتهم ومناجياتهم صلوات الله عليهم باب وسيع جدا لا أريد أن أفتحه ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله من نفاه من نفى الوصف مطلقا كما يفعل المعطلة من نفاه من نفى الكيف مطلقا الذين يثبتون وجوده ولا يثبتون أوصافه لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله فهذا الذي يقول من أنه موجود ولكن لا صفة له هذا قد نفاه كيف يكون موجودا ولا صفة له ولا إنية له ولا مائية له ولا كيفية له إنما يكون النفي لصفات هي من نتاجنا وهذا الموضوع ذكرته لكم في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد عودوا إليه الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد عنوانه التأسيس الأسس وأول تلك الأسس محدودية إدراكنا محدودية الإنسان ومن هنا لا نستطيع أن نعتمد عليها وأن نعتمد على نتائجها في الحديث عن الله وفي وصفه سبحانه وتعالى لا بد أن نذهب إلى الجهة التي هي على معرفة بالله إنه المعصوم فقط وفقط وفقط لا شأن لكم بالعرفاء والصوفية ذول خليهم يخرطون على راحتهم لا شأن لكم بمراجع علماء النجف الذين أخذوا عقائدهم من علم الكلام من المتكلمين ذول هم خلوهم يخرطون على راحتهم توحيد خرط بخرط التوحيد لا يؤخذ إلا منها هنا من محمد وآل محمد لا يؤخذ من أشعار جلال الدين الرومي لا يؤخذ من هراء المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة مراجع الشيعة في النجف يميلون إلى عقائد المعتزلة أكثر من ميلهم إلى عقائد الأشاعرة وإن أخذوا من الأشاعرة المعتزلة من أين جاءوا بعقائدهم المعتزلة في بداياتهم عقائدهم كانت من عقائد الصحابة إنها عقائد السلف الصالح كما يقول المخالفون عنهم أوائل المعتزلة عقائدهم كانت مؤلفة مما جاء عن الصحابة ومما أنتجوههم من بنات أفكارها ولكن لما وصلت كتب الفلسفة اليونانية إلى العراق ومقر المعتزلة العراق عاصمة المعتزلة العراق لما وصلت كتب الفلسفة اليونانية وكتب الحضارة اليونانية والرومانية أعجب المعتزلة بفكر أرسطو فأخذوا توحيد أرسطو أرسطو تحدث عن التوحيد في كتبه ولا أريد أن أقيم توحيد أرسطو أكان مصيبا أكان مخطئا إنما أردت أن أقول من أن المعتزلة أخذوا مما جاء على ألسنة السلف من الصحابة وأضافوا إليه ما أخذوه من فلاسفة اليونان ومن هنا فإن منهج حوزة النجف مركب من ثقافة اليوناني ومنطق أرسطو ومن فلسفة مشائية يمازجها شيء من الفلسفة الإشراقية التي تعود في جذورها إلى الفلسفة الهندوسية وفي جانب منها إلى فلسفة إفلاطون اليوناني الإغريقي هذا موضوع في الحقيقة متشعب والوقت يجري بشكل سريع هذه المطالب أنا تحدثت عنها بشكل مفصل عبر برامجي من أين غزينا ومن أين جاءنا الضلال الضلال جاءنا من مراجعنا من حوزة النجف حين نقضت بيعة الغدير وأعرضت عن ثقافة العترة الطاهرة من هنا جاء الضلال ومن هنا غزينا في عقر دارنا لقد غزانا قومنا ما غزانا أعداؤنا بتعابيرنا الشعبية العراقية حرامين حرام بيت أو طايا حظ سافل حرامين حرام بيت صقاط طايا حظ وما صير لشارة حتى إذا تدلي على الطريق ما يجي للطريق طايا حظ هذا هو الواقع الذي نعيش فيه منذ أن أسس الطوسي بذاك اليوم ولم صخم بذاك اليوم الأسود أسس حوزة الضلال في النجاف إنها الحوزة الناقضة لبيعة الخدير قارنوا بينما أعرضه لكم من عقائد محمد وآل محمد وبينما يدرسونه في حوزة النجاف ما عندي من وقت وإلا لجئتكم بكتبهم ما أنا هذه الكتب أحفظها ولقد درستها ودرستها كثيرا أعرفها سطرا سطرا ولكن لا بد من الخروج الإمام الصادق يقول من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه من نفى الوصف كالمعطلة فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله جزافا يقول من أنه يثبت وجوده وينفي الصفة عنه مطلقا ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية فهذا الذي شبهه أثبته ولكن وصفه بهذه الأوصاف وذاك الذي أثبته ونفى عنه الأوصاف فقد أنكره جزافا يقول من أنه يعتقد بوجوده كيف يعتقد بوجوده وليس له من وصفا لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره فالإمام أثبت إنية ومائية وكيفية أيضا ولكن بهذا الفهم بهذا التصور بهذا الاعتقاد فالله له إنية له مائية له كيفية بحسب بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا تخلط بين هذه المصطلحات وبين مصطلحات الفلاسفة المتكلمين المناطق العرفاء الصوفية فليذهبوا بكل ما عندهم إلى الجحيم أصابوا أم أخطأوا ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره من الذي يخبرنا عنها عن شؤونها قطعا بحدود اللغة القاصرة وبحدود مداركنا المحدود الضيقة الذي يخبرنا عنها فقط 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 محمد وآل محمد وانتهينا فلا تذهبوا يمينا أو شمالا بعيدا عن محمد وآل محمد كي تعرف التوحيد التوحيد لا يؤخذ إلا منهم وبحسب موازينهم وبحسب قياساتهم وبحسب ما يقولون من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان هذا كلام أصادق جعفر صلى الله عليه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا صلوات الله عليه قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه يعاني الأشياء بنفسه المراد من المعاناة هو نحو التواصل هل هناك من تواصل فيما بينه سبحانه وتعالى وبين الأشياء فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء نفاذ إرادته ومشيئته هي في تجلي الحقيقة المحمدية بكل ما أراده سبحانه وتعالى وكل ما أراده أن تجلت كل أوصافه كل أسمائه في الحقيقة المحمدية التي هي مجمع أسمائه وصفاته في أصل جوهرها والحقيقة المحمدية لها وجهان وجه ظاهر منه ظهر الخلق ووجه باطن ذلك هو الوجه المخزون المكنون الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره استقر في ظل الخالق الذي خلق الحقيقة المحمدية إنه الوصف الذي يرد في الأدعية الشريفة عن الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هذا هو الوجه المكنون المصون المخزون الذي لا نجد عبارة تشير إليه من الحقيقة المحمدية أما الوجه الظاهر إلى الخلق ومنه تجلت الأسماء الحسنى فذلك الوجه الذي أشرقت كل الأسماء الحسنى منه التي هي منابع تحقق الأشياء في هذا الوجود قال السائل يسأل الإمام الصادق فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة هذا شأن الحقيقة المحمدية شأن الحقيقة المحمدية أنها تصدر الفيضة بأسباب في سلسلة من الأسباب هناك أسباب لها سبب وهناك أسباب ليس لها سبب بينما خانق الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها خلقها بنفسها ليس كخلق الحقيقة المحمدية للأشياء فإنها تخلق بالأسباب وأسباب لها سبب وأسباب ليس لها سبب لكن بالنتيجة هي أسباب من خلقها من فيضها بينما الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها هي إرادته ما إن أراد تحققت فحينما تحققت كانت تحقق بنفسها لكن حينما تحققت الأشياء التي تصدر عنها تحققت بالأسباب وجرى القانون في تطبيقاتها في تطبيقات ما اشتق من الحقيقة المحمدية أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها بأسبابها التي لها سبب وبأسبابها التي ليس لها سبب سلسلة الأسباب الطويلة في عالم التكوين تلك هي المعاناة قطعا أنا أعاني الأشياء الحيوانات تعاني الأشياء وهكذا وكل الناس يعانون الأشياء الملائكة يعانون الأشياء المخلوقات طرا كل مخلوق بحسبه لكن الحديث بالدرجة الأولى عن المخلوق الأعظم عن المخلوق الأول فالمخلوق الأول معاناته للأشياء من خلال الأسباب التي تتحقق النتائج من خلالها في طول سلاسل الفيط قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لأن ذلك صفة المخلوق في الحقيقة المحمدية وغيرها ولكن كل مخلوق بحسبه لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة ما إن أراد أن تتحقق الحقيقة المحمدية تحققت بنفسها تحققت المشيئة بنفسها وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من أحاديثهم الشريفة من المصدر نفسه من الجزء الأول من الكاف الشريف وتحديدا من كتاب التوحيد باب مهم عنوانه باب النهي عن الكلام في الكيفية في كيفية الله سبحانه وتعالى مر علينا من أن الله لا كيفية له بحسب حدود الكيفية التي يتحدث عنها المخلوقون أو التي ترتبط بأحوال المخلوقين وشؤونهم أما أن يكون الحديث عن كيفية أشار إليها إمامنا الصادق في المحاورة التي تلوت عليكم جانبا منها كي نكون خارج حدي التعطيل والتشبيه فذلك شأن خاص بهم توحيدنا نأخذه عن المعصوم فقط من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم أعرف حاجتنا للمعصوم هؤلاء الثولان من الشيعة الذين يتصورون أن حاجتنا للمعصوم كحاجتنا لمراجع النجف حتى لو كانوا في أفضل حال ما بالكم وهم في أسوأ حال حتى لو كانوا في أفضل حال لو كانوا في أقرب ما يمكن أن يكونوا من الحجة ابن الحسن والحال هم في حال هو أبعد ما يكون عن إمام زماننا هناس لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد أصلا فأولاء الثولان من الشيعة الذين يتصورون أن حاجتنا للإمام المعصوم كحاجتنا لهؤلاء المراجع البعض من الشيعة يتوقع من أن حاجته للمراجع الآن في زمان الغيبة أكثر من حاجته للإمام المعصوم أي دين هذا وأية معرفة بإمام زماننا هذه وأي بيعة بايعنا عليا في الغدير بأي مضمون هي هذه البيعة أي إسلام هذا أي دين في أدنى مراتبه هذا ما عليه الشيعة بسبب مراجع النجف ما عليه الشيعة هو الضلال والضلال والضلال إنني أقايس ما عليه الشيعة بما عليه دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى هذا الباب باب النهي عن الكلام في الكيفية صفحة 114 الحديث الأول عن أبي بصير قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا وهذا التحير هو تحير الجهل هناك تحير المعرفة هذا الذي تتحدث عنه الأدعية والمناجيات وسنأتي عليه لا أدري هل سأصل إلى هذا المضمون أو لا بحسب ما يتوفر لي من الوقت الباقر يقول تكلموا في خلق الله خلق الله من أنا وأنتم يمكن لنا أن نتكلم عن أنفسنا فنحن من خلقه لكن المصداق الأول الحقيقة المحمدية وما تجلى منهم في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم إنما أذكرهم بهذه الطريقة كي أذكركم بإمامة فاطمة هذا هو السبب في أنني حين أذكر أسماءهم بهذه الطريقة لأجل أن أذكركم بإمامة فاطمة لأنني إذا قلت أئمتي محمدا وآل محمد ستحذفون فاطمة من بينهم وهذا من سوء طالعكم ومن سوء توفيقكم ومن خيبتكم ومن ضلالكم وكل ذلك بسبب مراجعكم في النجف هم الذين أنكروا إمامتها وظلموها ومثلما أحرقت السقيفة منزلها هم أحرقوا منزلتها سود الله وجوه تكلموا في خلق الله المصداق الأول الحقيقة المحمدية وما تجلى منها محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هذه الصورة الأعلى والأسمى فيما خلق الله عظمة خلق الله هنا اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله فأجمل الجمال في خلقه أين في الحقيقة المحمدية وفيما تجلى منها في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم تكلم في خلق الله ولا تتكلم في الله فهذا التركيز في برامج قناة القمر الفضائية في الحديث دائما عن الحقيقة المحمدية وعن محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هو التزام بثقافة العترة الطاهرة عرفتم الآن أو لا تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا هذا تحير الجهل أما تحير المعرفة فهو مطلوب وهو من أجمل ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه ما يعبر عنه في تعابيرهم بحلاوة الإيمان ما يعبر عنه بحلاوة الذكر مثل نذكر في الأدعية في أوصافه سبحانه وتعالى يا حلو الذكر فهو حلو الذكر حلاوة الذكر حلاوة الإيمان لذيذ المناجات أنس المناجات هذا هو التحير الممدوح تلك حيرة ثانية نأتي على ذكرها الباقر يقول تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا الحديث الثاني بسنده عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى كلام القرآن هذا وأن إلى ربك المنتهى ماذا قال الصادق في تأويل ما نطق به القرآن الصادق هكذا قال فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك إلا إذا دخلنا من باب معرفتهم والذي سيقودنا إلى حيرة المعرفة وإلى أنس العشق وإلى لذة المناجات وحلاوة الإيمان ذلك شأن آخر هذا شأن يتذوقه أهله لا أتحدث عن أوهام الصوفية وعرفاء الشيعة هؤلاء يعيشون في أوهامهم وخيالاتهم إنني أتحدث عن حقائق هذه المعاني في ضوء الثقافة العقائدية المنضبطة بمضمون بيعة الغدير وبقواعد الفهم العلوي أتحدث عن هذه الحقائق في هذه الأجواء بعيدا عن سخافات عرفاء الشيعة وعن ضلالات متصوفة السنة لا شأن لي بكل هؤلاء فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان تأويل هذه الآية قطعا في وجه من وجوهها فآيات الكتاب وجوهها كثيرة لها مطالع ومجاري كما علمونا وأن إلى ربك المنتهى الصادق يقول فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك الحديث الثالث عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد يخاطب محمد ابن مسلم الطائفي من الطائف يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق يتكلمون يتكلمون في كل شيء هذا هو المراد يا محمد لأن الناس يحبون الكلام ويتكلمون في كل شيء وفي أغلب الأحيان يتكلمون في الأمور التي لا يدركون حقائقها يقولون أي شيء يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك سمعتم الناس يتحدثون عن الله بحسب هرائهم كما يتحدث عرفاء الشعة بهرائهم الذي جاء به من ابن عربي وهو جاء به من الهندوس ومن التاوية إنها من الفلسفات الصينية القديمة ومن المانوية هذا هو تصوف ابن عربي تصوف ابن عربي هو جماع لهذه الفلسفات المختلفة التي كانت موجودة قبل من الغنوصية إلى المانوية إلى التاوية إلى الهندوسية إلى جمع وفير وغزير من العناوين جمعوها في فكر صوفي وقالوا من أن هذا الفكر الذي جاء به ابن عربي أوحى به الله تعالى إليه وسطره في الفتوحات المكية وفي فصوص الحكم يعتقدون أن هذه الكتب عرفاء الشيعة من الكتب التي أوحى الله بها إلى ابن عربي وهي كتب مشحونة بالنصب والعداء للعترة الطاهرة أكو طاحت حظ أكثر من هذه إذا أردتم أن تعرف ماذا قال ابن عربي الناصبي في كتبه هذه عودوا إلى برامج السابقة فقد عردت أقواله وهي صريحة وصريحة جدا في النصب والعداء والانتقاص من محمد وآل محمد إن كان ذلك في الفتوحات المكية معجزة عرفاء الشيعة وقرآنهم أو كان ذلك في فصوص الحكام المتن الصوفي العرفاني الذي يتفاخر عرفاء الشيعة بدراسته وتدريسه عود إلى برامج المختلفة فقد تحدثت عن هذه المطالب وبشكل واسع وبالحقائق والوثائق أعود إلى رواية محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء لا تنصت إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال الفلاسفة ولا إلى أقوال مراجع النجف الذين لا يعرفون شيئا عن الله وفقا لثقافة العترة الطاهرة ما عندهم من معرفة عن الله إنها معرفة النواصب إنها معرفة الأشاعرة والمعتزلة الحديث الخامس بسنده عن الحسين ابن المياح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من نظر في الله كيف هو هلك من نظر في الله كيف هو هو الذي نظر بحدود عقله أما إذا كان الكلام عن المعصوم فذلك شيء آخر إننا نأخذ من الجهة التي تعرف الله أعرف قدر أئمتكم لا تقارن فيما بينهم وبين غيرهم الصادق يقول من نظر في الله كيف هو هلك الحديث السابع صفحة 116 عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إياكم إياكم والتفكر في الله والتفكر في الله في كنهه في أن نصفه بحدود مداركنا فحينما نتفكر فإننا نضع المفردات من داخل إدراكنا بحدود قدرتنا المعرفية والإدراكية علينا علينا أن نعرف الله من محمد وآل محمد لا أن نعرف الله من خلال عقولنا إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه أنا من عظيم خلقه يعني إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة خلق الله أن تنظروا إلي أو أن تنظروا إلى جبل أو أن تنظروا إلى أنفسكم أو أن ننظر إلى بقرة في حقل من الحقول كل هذا من خلقه من خلقه عبر الأسباب التي جاءت بسبب وبغير سبب من تجليات الأسماء الحسنى التي هي من مظاهر الحقيقة المحمدية التي خلقها بنفسها من جهة هناك عظمة في خلقنا ولكن ما يشير إليه إمامنا الباقر بالضبط هو ما جاء في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها ودعاء البهاء بالمناسبة مروي عن إمامنا الرضا ومروي عن إمامنا الباقر أيضا الدعاء الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء فهو مروي عن الباقر أيضا ماذا نقرأ فيه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها التفكر في أعظم العظمة هو التفكر في الحقيقة المحمدية والتفكر في محمد وآل محمد لأن أعظم العظمة الإلهية تجلت في الحقيقة المحمدية وفي مجاليها العظمى في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المشتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عودوا أذهانكم على اعتقادكم بإمامة فاطمة وإلا فأنتم في ضلال مستحكم عودوا أذهانكم على هذه العقيدة التي هي عقيدة الهدى بعيداً عن عقائد الضلال التي علموكم إياها في حوزة النجف وخرجت إلى الشيعة من حوزة النجف الباقر يقول إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه فأعظم خلقه الحقيقة المحمدية ونحن لا ندرك عظمتها لكن عظمتها تتجلى لنا في الذي يظهر لنا فما في محمد وآل محمد الذين هم أئمتنا وسادتنا محمد علي فاطمة أبناء فاطمة من المشتبى إلى القائم هؤلاء هم أئمتنا وسادتنا ما يتجلى لنا منهم بحسبنا نحن نرى الوجه الجلي لهم الذي هو بين أظهرنا أما الوجه الخفي لهم والذي هو بين أظهرنا أيضا نحن لا ندركه وإنما نعلن من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم نؤمن بسرهم وعلانيتهم الذي يظهر لنا كل ما في زيارة الجامعة الكبيرة برغم عظمة محتوى وفحوى هو في الوجه الظاهر لنا أما في الوجه الباطن عنا فذلك لا نستطيع أن نصل إليه ربما في زمان الظهور الشريف إذا ما تطورت العقول فإن الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع العقول كي تترقى هذه العقول قطعا لن تترقى كل العقول بدرجة واحدة وإنما كل عقل بحسبه فالعقل الذي كان في زمان الغيبة على سبيل المثال بمستوى خمسة بالمئة لا يعني أنه سيرتقي إلى ثمانين بالمئة لا يمكن هذا لأن الفيضة سيكون بقدر الوعاء فسيرتقي إلى عشر بالمئة والذي هو في مستوى ثمانين بالمئة قد يرتقي إلى تسعين بالمئة إلى مئة بالمئة كل بحسبه هناك حالة ترق في العقول زمن الظهور ربما في تلك الحالة سندرك إشارات ورموز في طوايا نص الزيارة الجامعة الكبيرة وأمثالها كي نتلمس ونتحسس ولو من بعيد شيئا من وجههم الباطن ولكن إذا أردتم أن تنظر إلى عظمته إلى عظمة الله فانظروا إلى عظيم خلقه نذهب إلى فاصل من نفس المصدر من الجزء الأول من الكاف الشريف ومن كتاب التوحيد صفحة 108 الباب الذي عنوانه باب أدنى المعرفة أدنى أدنى المعرفة في العقيدة التوحيدية الحديث الأول بسنده عن الفتح الكاظم صلوات الله عليه الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير وأنه قديم مثبت مثبت موجود غير فقيت وأنه ليس كمثله شيء هذه الجمل تختصر كل الحديث الذي مر علينا فكل الذي مر علينا هو أدنى المعرفة التوحيدية أعلى المراتب التوحيدية لا تكتسب من خلال الأقوال والدراسة والتدريس إنما تكتسب من خلال المعرفة العميقة بمحمد وآل محمد التي تفتح لنا أبواب معرفة الله عرفتم الآن لماذا كل هذا الإصرار على معرفة إمام زماننا ولماذا الأحاديث تقول من أن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا عرفتم كل الذي تحدثت عنه ولو بقيت أحدثكم كل خطب التوحيد التي وردت عن سيد الأوصياء كل ما جاء عنهم في خطب التوحيد في مستوى الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد التوحيد فيما فوق الحقيقة المحمدية هو أدنى مستوى المعرفة التوحيدية لماذا لأن المعرفة التوحيدية لا تدرك بالتلقين ولا تدرك بالتدريس وإنما تدرك بعد أن يتذوق المؤمن حلاوة معرفة إمام زمانه تفتح له آفاق الإيمان ذلك هو التوحيد الحقيقي وكل الذي نتحدث عنه هو عبارة عن تدريب عن مقدمات في معرفة عقيدة التوحيد التي يريدها منا محمد وآل محمد أدعيتهم كلها تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرت إليها الفتح ابن يزيد يقول سألت الكاظم صلوات الله عليه عن أدنى المعرفة عن أدنى المعرفة التوحيدية فقال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء ما كل الخطبة التي قرأتها عليكم يوم أمس والتي تعد من نوادر خطب الأمير ومن جوامع حقائق التوحيد ما كلها اختصرها موسى بن جعفر في هذه الجمل القصيرة ما كلها من أولها إلى آخرها ما كل الحديث الذي مر علينا منذ أن فتحت الصحيفة الخامسة حينما حدثتكم في الشأن الأول عن التأسيس والأسس وحينما انتقل الكلام إلى الشأن الثاني وهذه هي الحلقة الثالثة في حديث عن الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد كل الكلام الذي قلته وكل الكلام الذي سأقوله ولو بقيت أستمر في شرحي وبياني خطب التوحيد التي وردت عن أمير المؤمنين ووردت عنهم صلوات الله عليهم فإن الخلاصة جمعها لنا باب الحوائج في هذه الجمل القصيرة فكل ذلك يقع في أدنى المعرفة لأن حقيقة التوحيد لا تكتسب بالتلقين ولا تكتسب أن متحدثا مثلي أو غيري حتى لو كان الذي يتحدث هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا كان المتلقي يحمل عقلا متخلفا وقلبا منكوسا أنا له أن يدرك عميق المعاني من خلال معرفته بإمامه كي يفتح له باب التوحيد ما هي الأمور تجري بأسبابها رسول الله ما كان يتحدث في ليله ونهاره مع أصحابه ما الذي جرى ارتدت الأمة من بعده وهكذا حال أئمتنا المعصومين فالقضية يكون فيها اللطف ويكون فيها الفيط بحسب المتلقي يا كميل يا كميل يا كميل هذه كلمة حاكمة على كل لهذه المعاني التي ذكرتها يا كميل القلوب أوعية أوعية وخيرها أوعاها فأدنى المعرفة كما يقول موسى بن جعفر صلوات الله عليهما الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير وأنه قديم مثبت وأنه هذه إنيته التي حدثنا عنها الصادق قبل قليل في المحاورة التي كانت فيما بينه وبين ذلك الزنديق وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء الحديث الثالث من نفس الباب بسنده عن إبراهيم بن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كلمة جميلة جدا يقول إن أمر الله كله عجيب نحن نقرأ في أدعيتهم في دعاء الجوش يا من في البحر عجائب عجائب الله تتجلى لنا في أدنى مخلوقاته فكيف سيكون العجب من أمره سبحانه وتعالى والذي يحدثنا عنه الصادق المصدق جعفر صلوات الله عليه يقول إن أمر الله كله عجيب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه عرفنا من نفسه من خلال محمد وآل محمد إن أمر الله كله عجيب يعني أن العقول أن المدارك لن تستطيع الوصول الوصول إلى إدراك أمره أمره عجيب عجيب فوق العقول والقلوب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه وَلَوْ لَوْ لَا هُمْ يَقُولُونَ ما عُرِفَ اللَّهِ وَلَوْ لَا ما عُبِدَ اللَّهِ بِمَعْرِفَتِنَا عُرِفَ اللَّهِ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهِ وَلَوْ لَا ما عُرِفَ اللَّهِ وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهِ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ فَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهِ وَمَنْ عَلِمَهُمْ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهِ وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهِ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ ومن أبغضهم فقد أبغض الله ومن أطاعهم ومن أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والا وعادي من عادا أية بيعة هذه تحاصرنا في كل الجهات تحاصرنا ظاهرا وباطنا تحاصرنا في عقولنا وفي قلوبنا وفي عواطفنا وفي تفاصيل ديننا في كل شيء تحاصرنا هذه البيعة عرفتم الآن لماذا يخاطب القرآن رسول الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه هي بيعة الغدير نذهب إلى فاصل مناجات العارفين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم المناجات المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بحسب مراجعكم في النجف هذه المناجيات ضعيفة الأسانيد هي لا تصدر إلا عنه عبائرها واضحة لا تحتاج إلى علم القنادر إلى علم الرجال الذي دمروا به ثقافة أهل البيت في حوزة النجف ماذا تقول مناجات العارفين إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك السبحات هي العلائم والشوارق السبحات هي العلامات التي أشار إليها دعاء شهر رجب مر ذكرها علينا في الحلقات الماضية لا أجد وقتا كي أعود إلى الدعاء الشريف السبحات السبحات هي العلامات أنا لا أقف عند كل كلمة لكنني أبين لكم معاني بعض الكلمات التي أعتقد أنكم لا تعرفون معناها إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هل تتصورون أن الدعاء الشريف وأن المناجات تتحدث عن جهل بمعرفة الله وتعد ذلك معرفة العجز عن المعرفة بعد التعمق في المعرفة وإلا فمجرد عجز الإنسان عن معرفة الله ابتداء هذا جهل بالله هذا ما هو عجز عن معرفته إنما العجز عن معرفته بعد التعمق في معرفته التعمق أين التعمق في معرفة ما تجلى من عظمته في أعظم مخلوقاته في الحقيقة المحمدية التي هي أيضا جُعِل الطريق إلى معرفتها بالعجز عن معرفتها وإنما المعرفة معرفة إمام زماننا من هنا فإن معرفة الإمام هي مدار الدين وهي مدار التوحيد وهي معرفة الله معرفة إمام زماننا هي معرفة الله وسيأتينا في الركن الثالث من أركان التوحيد نحن لازلنا نتحدث في الركن الأول من أركان التوحيد لكن هذه المطالب لا بد أن يشار إليها في سياق النصوص التي أتناول عرضها بين أيديكم ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك تستمر المناجات الوقت لا يكفي سأعود إليها يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني سأقرأ بعضا من عبائرها كي أختم الحديث ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك بعد أن نتعمق في المعرفة وأن نتعمق بعيدا وبعيدا جدا حتى نصل إلى العجز عن معرفته هذه بالضبط كقولة رسول الله صلى الله عليه وآله نصف العلم قول لا أعلم فهذا لا يعني أن جاهلا إذا ما سئل عن مسألة وهو جاهل فقال إني لا أعلم فقد نال نصف العلم أي كلام من هذا نصف العلم قول لا أعلم بعد أن يتعمق العالم بعد أن يصبح موسوعة هائلة يدرك يدرك حينئذ من أنه ليس بعالم وما عنده من علم لا قيمة له وهنا فإنه سيقول إني لا أعلم هذا هو نصف العلم هذه الخطوة الأولى فقد نال التواضع كي يحصل الحكمة فهذا التواضع عنوان الإخلاص لن يكون متواضعا حقيقة في فناء محمد وآل محمد ما لم يكن مخلصا لهم وإذا أخلص العبد أربعين صباحا أخلص لله أخلص لإمام زمانه وإذا أخلص العبد أربعين صباحا أخلص لله أنصار الحسين نالوا ما نالوا لماذا لأنهم أخلصوا للحسين صلوات الله عليه حين أخلصوا للحسين فإنهم قد أخلصوا لله أوضحوا مصداق لأفضل الشيعة من أمثالنا فأنصار الحسين من أمثالنا إنه شيعة نالوا ما نالوا من المراتب بسبب إخلاصهم للحسين فمن أخلص لله من أخلص لإمام زمانه هذا الإخلاص يتحقق بعد التواضع وهذا التواضع إنما يتحقق في مثل هذه القلوب حينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من القلوب على الألسنة قارنوا بين هذه الحقائق وبينما عندنا من البلاء الأعظم في النجف قارنوا بين هذه الحقائق وبين هذا البلاء الأعظم الموجود في النجف الجاثم على صدورنا أعود إلى مناجات العارفين ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون أية أفكار ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا منطق علي صلوات الله عليه فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يقرعون وشرائع المصافات يردون هذه هي العيون الصافية التي لا زوال لها ولا انقطاع إنها في جهة بعيدة عن العيون الكدرة التي كرعتم فيها أنتم ومراجعكم وأنا معكم أيضا لقد كرعنا جميعا كرعنا جميعا في عيون القذارة والنجاسة التي يكرع فيها مراجع النجف إلى هذه اللحظة نجسوا أنفسهم ونجسوا دينهم ونجسوا عقائدهم ونجسونا معهم ومن نجاسة إلى ما هو أنجس يوما بعد يوم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يقرعون وشرائع المصافات يردون بسبب كل ذلك قد كشف الغطاء عن أبصارهم هذه هي البصيرة التي حدثتكم عنها قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم هذا هو الذي قصدته من أن العقائد لا تدرك بالتدريس والتعليم التدريس والتعليم مقدمة إنما أن نرد العيون الصافية لمعرفة إمام زماننا من هناك تفتح لنا الأبواب بعيدا بعيدا عن كتب العقائد وعلم الكلام التي تدرس في النجف إنها كتب الضلال بعينه بعينه كتب ضلال تتناقض بدرجة مئة بالمئة مع هذا المنطق هذا هو منطق محمد وآل محمد في كل أدعيته في كل أدعيته في كل زياراته في كل قرآنهم من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه في كل رواياتهم هذا المنطق منطق متناقض بدرجة مئة بالمئة مع الذي يدرس في النجاف ويعلم في النجاف نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر